السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الطلب وطالبات الله بالصف السالي السنوي. اه رحمة بيكم مع مصر محمد علي وفيديو جديد زي اوكو شباب عاملين ايه يا رب دايما بخير وسحة وسعادة. زي ما احنا شباب نكملين في السلسلة بتاعتنا سلسلة ازاي تعرف تحلي بعد اي مذاكرة. كالمعتاد هنعمل مراجعة سريعة للدرس اللي معناه النهاردة درس خطور جدا وبعده هناخد تلاتين سؤال لا نخليهم اربعين سؤال لان الدرس ده شايق جدا في الاسئلة بتاعته. عليه اسئلة فيها افكار كتير جدا. الدرس ده هو هيكون درس العمل التطوعي. ولو انت حليه درس الثقافة ودرس علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاخرى. تكتب لنا بقى جبت كام في التعليقات زي الناس اللي عملت دي معنا. مش تقول عليك في المقدمة اكتر من كده. ولكن استعد في تلخيص كويس جدا لدرس عام التطوعي. وبعده اربعين سؤال حاول تجاوب معنا وتقول لنا جبت كام من الاربعين. يلا بسرعة كده نروح للتلخيص والاربعين سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بكرام رجعنا لبعض مرة تانية ومعنا مجموعة الاسئلة وقبلها تلخيص كده في السريع. قلنا يا شباب ان احنا هلخص في الفيديو ده درس العمل التطوعي او ثقافة العمل التطوعي. تعال بينا واحدة كده واحدة واحدة. نشوف امتى هختار اه هختار مفهوم العام التطوعي. طبعا هو في فيه تعرفات كتير جدا ولكن انا بركز على اه عمل بيكون اه مصلحة عامة. اه خالي من المصلحة الشخصية. بيكون فيه منح بيكون فيه عطاء. التطوع انت بيكون بكامل اراضتك. فيه كلمات مفتاحية كتير جدا. اه دون قهر دون اجبار. اه عندي شخصيتين في الدرس كله. عندي طغور وعند روزاريون. روزاريون الاكد على ان التطوع هو عبارة عن انخراط. وحط خط عند كلمة الالتزام. الرجل طغور ده شاعر هندي. ممكن اختاره سؤال. ممكن. لو جيش السؤال خاص به تشبيه او مشبه ومشبه به. ودينا اشكال كتير جدا. ولو انت محتاج بقى فيديو شرح بالزبط. ارجع بقى للروابط تحت. هتلاقي فيديو شرح درس العمل التطوعي. طيب بعد الشخصيتين دول بتجيلي جزئية خاصة بقيمة العمل التطوعي. وقلنا على ان هو مهم جدا 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 جزئية قيمة العمل التطوعي. العمل التطوعي ليس برامج عشوائي ولكن عملية هدفة جزئية. العمل التطوعي بينشر الثقافة ردة الشباب جزئية مهمة جدا جدا. العمل التطوعي بيحل مشاكل برزة جدا في المجتمع جزئية مهمة جدا. العمل التطوعي بيعرح مؤسسات التنشاءة الاجتماعية والنظم الاجتماعية زي الاسرة والمدرسة وسائل الاعلام. جزئية مهمة جدا. بعد كده عندي اشكال العمل التطوعية سنة تالتة في غاية الاهمية. في منها المقصود وفي منها الغير مقصود. ازاي يكون غير مقصود? كارثة. حوادث في الشارع مفاجآت شيء غير متوقع. فبنقول عليه سلوك تطوعي غير مقصود. ازاي يكون مقصود? لو انت بتعمل له اعداد قبل كده. لو انت بتعمل له تخطيط. لو انت بتعمل له تجهيز فبيكون فاعل تطوعي مقصود. تعال روح الجزئية كده. خاصة بسؤالين تلاتة كده على السريع. يقول جبران خليل جبران جميل ان تعطي من يسألك. اي سؤال يا سنة تالتة في عطاء وفي منح ازا هو العمى وتطوعي. تعال نكمل. ان تعطي من يسألك ما هو في حاجة اليه. ولكن اجمل من ذلك ان تعطي من لا يسألك وانت تعرف حاجاته. طبعا هو بيتكلم عن الفعل التطوعي يا سنة تالتة. هتقول لي فعل التطوعي لانا قلت لك اي شيء في منح وعطاء ازا هو الفعل التطوعي. طيب ننتقل السؤال اللي بعده. يقول يا مشيكسبير الشمعة لا تخسر شيئا اذا تم استعمالها لاشعال شمعة اخرى. طبعا قلت لك اي تشبيه هو مشبه ومشبه بيه طبعا هيكون الشاعر الهند هو طاغور هتقول لي يا مستر. هقول لك لان هو طاغور كمشبه المتطوع بالوردة. تعطي الرحيق او تعطي الجمال وتعطي الرائحة الجميلة بدون مقابل. وهنا نفس القصة الشمعة تعطي الاضاءة او الاضاءة. هو تعطي شعلة لشمعة اخرى بدون اي مقابل. ناخد سؤال كمان. يقول غزالي افات الفراغ. خلي بالك من الجزئية دي. احنا لما تكلمنا يا شباب عن قيمة العمل التطوعي قلنا ان هو بيحمي الشباب من البطالة. وبيحمي الشباب من الادمان. طيب الغزالي بيقول افات الفراغ في احضان البطالة تولد الرزائل. اذا كان لعمل رسالة الاحياء فان العاطلين موتى طبعا هنا ده قيمة العمل التطوعي سنة تالتة. قيمة العمل التطوعي. طيب تعال لخص جزئية تانية كده على السريع جزئية في غاية الاهمية بجد. في غاية الاهمية. ممكن تدوينها عندي. انواع المشارك. انا دخلت على مجموعة عندي. بقول لهم يا شباب داخلين على امتحانات سنوية عامة وعايزين نعمل عمل خير كده ربنا يكرمنا ان شاء الله في الامتحانات. فلقيت جزء من الشباب او جزء من البنات بقول مستر احنا معانا جزء كده من الفلوس او جزء كده من الكتب او جزء من الملابس. ممكن تبرع بيه. فقولتهم يا شباب انت كده بتعملوا مشاركة. واهم نوع من انواع المشاركة وهي المشاركة المالية. المالية. قالوا لي ازاي تبقى مالية مستر? قلت له اي شيء قابل للبيع والشراء اسمه مشاركة مالية. تمام. جزء تاني قال لها مستر صراحنا معاناش فلوس خالص خالص. بس ممكن نشارك مع حضرتك بوقت. نيجي معاك ساعتين في اليوم كده نجهز فيهم اي حاجة بالجهد. مسترح نيجي معاك بالعرق بالتعب. احنا كاشخاص هنقف معاك كده مشاركة يعني هنقف معاك على الارض الواقع ونروح معاك بقى الاماكن دي ونوزع معاك والكلام ده. قلت لهم انتوا كده بتعملوا مشاركة عضوية. لان انت عملت انضمام او اشتراك او انخراط في العمل التطوعي زي ما كان بيقول عليه روزاريون. يبقى اسمها مشاركة عضوية. فريق تاني قال يا مستر بصراحة احنا معاناش فلوس. فمش تنفع مشاركة مالية خالص. وما عندناش وقت ولا جهد ولا نقدر نروح معاك. فمش ينفع مشاركة عضوية خالص. ولكن يا مستر احنا نقدر ندعي لك او نقدر نديك دعم معنوي او نديك تحفيز او نشير الفكرة دي يا مستر او نتكلم عن المشروع بتاعك كلام ايجابي. ونحن نبدأ نعرف الناس بالفكرة بتاعتك. فقالت لهم دي اسمها مشاركة معنوية. انتو معايا بتعملوني دعم معنوي. وديت امثلة مقربة للطلب عندي في الشرح. طولنا يا شباب بابا بيديك مصروف بيديك فلوس فهو بيشاركك ان شاء الله في النجاح. بس مشاركة بابا بتكون مشاركة مالية. ماما بتشارك برضو بس بجهدها ابتعابها بالصهر بالاكل اللي بتعملولك بالعصير بالوجبات هي معاك. بتتحب معاك. فدي مشاركة عضوية. تيتا ربنا يديها الصح كده يا رب ويرحمهم جميعا لو كان فيهم حد متوفي. بتلاقيها دايما بتدعي لك وتقولك ان شاء الله ربنا يكرمك ربنا. اه هي بتشارك معاك في الحلم بتاعك وفي النجاح بتاعك. ولكن مشاركة معنوية. اتمنى تكون فيهمة التلات انواع. شكل مهم جدا مهمين. طيب بعدها بيتكلم على العام التطوعي. داخل المدرسة وخارج المدرسة. قلت لك سنة تالتة ركز معاك جدا. الفعل التطوعي ده هو داخل صور المدرسة ولا خرج برا صور المدرسة عشان دي هتفرق معاك جدا. هتديني اما داخل المدرسة اما خارج المدرسة. عند جزئية بعدها اسمها آليات التحفيز. اي شيء في تشجيء او مكافأة اجري مباشرة ونختار آليات التحفيز. تعالنا نحل كم سؤال ده وبعد كده ندخل على الاربعين سؤال يا شباب. يقول كريستيانو رونالدو حين ارى الفقراء لا اتبرع من باب الشهرة وانما لاني عنيت من نفس الشيء. الرجل بيقول انا اتبرع صح كده? انا سمعت الكلمة تبرع. تمام. الرجل ده هيشارك مشاركة مالية لان موضوع فيه تبرعات. كلام جميل جدا. عندي سؤال رقم اتنين اقنع الاطفال بفوائد التطوع لهم وللاخرين وتعريفهم بثوابه والثناء عليهم. السناء عليهم. طبعا انا بحفزهم. يبقى ده اسمه اه سنة تالتة آليات التحفيز. تمام جدا. تعالوا بقى سنة تالتة كده جاهز نفسك وراء وقلم بسرعة. وابدأ يا بطل ابدأ يا ابطال عبدو الاسئلة اربعين سؤال وكل واحد فيكو بقى يدون الدرجة اللي هو حصل عليها ان شاء الله في النهاية واكتب لنا في التعليقات جبت كم من اربعين. طيب عندي سؤال الاول بيقول مساهمة الافراد في اعمال الرعاية والتنمية الاجتماعية. اول ما نسمع كلمة مساهمة طبعا انا عرف ان هو عمل تطوعي. تمام. عرفتها ازاي يا مستر? عرفتها من كلمة المساهمة في اعمال الرعاية والتنمية. طيب عند سؤال رقم اتنين. للعمل تطوعي تأثير واضح بيأثر في نمو شخصية الفرد وصق لها وبينمي قيم واخلاقيات عند الشباب. طبعا ده قيمة العمل التطوعي. قيمة العمل التطوعي. عرفتها ازاي يا مستر? عرفتها ان هو لي اهمية في تعزيز روح الجماعة بدل من الروح الفردية. سؤال رقم ثلاثة. اسعاف جريح. الرجل الجريح ده. انا عارف انه هيتصاب ولا كان شيء مفاجئ بالنسبة لي. كان شيء مفاجئ. وانا اتصرفت بعفوية. طبعا يبدأ اسمه سلوك تطوعي. لان اي حاجة بتحصل زي نظام الكوارث او المفاجئات او الاحداث الغير متوقعة. ده طبعا بنجري بسرعة وبنختار ان هو سلوك تطوعي غير مقصود. اي غير مخطط له مسبقا. سؤال رقم اربعة. العمل التطوعي ينشأ عنه جيل من المواطنين الصالحين. جميل. الذين ينهضون بمجتمعاتهم وارتقون به الى اعلى الدرجات. طبعا ده عايز يقول لي ان العمل التطوعي ليه قيمة سنة تالتة. يبقى هنا قيمة العمل التطوعي. لان هو بيرتقي بالمجتمع وبيحل مشاكل المجتمع. رقم خمسة. مساعدة السيدات المتضررات. واللي يتعرضن لعنف من خلال بعض الهدايا اللي تدخل السرور. لما نعمل حملة ونساعد بها الارامل او السيدات اللي متضررات او اللي عندهم مشكلة. هل هيكون مقصود طبعا طبعا يا مستر هيكون مقصود. احنا خططنا وكتبنا الاسماء وبدأنا نعرف الاماكن ونحددها. وبدأنا نتحرك فانختار فعل تطوعي مقصود. طيب حد يقول مشاركة مالية طب معنويه لا ما هو ما قال ليش احد انواع المشارك. سؤال ستة العمل التطوعي يساعد الشباب في الوصول الى الاحساس. العمل التطوعي هيساعد الشباب. طب فين ده كان في قيمته يا مستر. اه ان هو كان بينمي روح الانتماء والامانة عند الشباب يبقى ده قيمة العمل التطوعي. ناخد سؤال سبعة. تنظيف حضيقة المدرسة. حلو. وعمل تنظيف حضيقة المدرسة وعمل كتيبات ارشادية للزوار. الكلام ده داخل المدرسة ولا خارج المدرسة. لا مستر ده داخل المدرسة. طب نقصد ولمنقصدش. طبعا نقصد ومخططين للموضوع فده هنسميه فعل. تطوعي داخل المدرسة. ما ينفعش اختار سلوك. حتى لو كان داخل المدرسة. لان ده مقصودة سنة ثالثة. رقم تمانية التبرع بالدم للصليب الاحمر. هو ما بيقوليش اشكال للمشاركة. ما بيقوليش بقى مادية معنوية. ده اسمه فعل مقصود. تسعة. يعد الشباب في اي امة عدتها وعتادها وهم الذين تقع على عاطقهم. يعني على اكتفهم. او على رقاب المسؤولية التغيير. طبعا هو بيكلامني عن قيمة العمل التطوعي. سأل رقم عشرة بيقول تنظيف الحي. الحي يعني المنطقة او السكن اللي انت قاعد فيه الذي تسكن فيه. وجمع القمامة من الاعمال التطوعية التي تفيد المجتمع يشير ذلك الى. طبعا هو ما فيش حاجة هنا مالية خالص ولا حاجة معنوية. ولكن فيه فعل تطوعي مقصود. ننتقل لسؤال 11. المشاركة في العمل التطوعي تسهم في تدعيم نهوض المجتمع. سواني كده مستر؟ السؤال بيقولي ان العمل التطوعي هيساهم في نهوض المجتمع. نهوض المجتمع. طبعا هنا قيمة العمل التطوعي ويرجع شوف كده وانت بتذاكر قيمة العمل التطوعي في حل المشكلات المجتمع. سوى الرقم اتناشر بيقول مساعدة الاشخاص من زاوي الاحتياجات الخاصة. مثل قراءة كتاب لشخص ضعيف البصر او مساعدة شخص قاعد فيه آآ على الخروج او فيه الخروج واستحابه لمكان يريد الذهاب اليه. طبعا كل ده هيكون مقصود يا سنة تلتة يبقى ده اسمه فعل تطوعي مقصود. سؤال ترتاشر انقاذ غريق. ده حدثة ده كوارث دي شيء مفاجئ. طبعا هيكون سلوك تطوعي غير مقصود لان احنا قلنا كل المفاجئات والحوادث والكواز بتكون سلوك تطوعي غير مقصود. سؤال الاربعتاشر العمل التطوعي يؤدي الى اكساب الفرد. ده دي افادة. طبعا يبقى ده اسمه قيمة العمل التطوعي. قيمة العمل التطوعي سنة تلتة. سؤال خمستاشر العمل التطوعي يكسب الشباب. كمان دي افادة دي فوائد يكسب الشباب مجموعة من المعارف الخاصة بالمواطنة. وان هناك مجموعة من القيم التي يكتسبها الشباب. بيكتسبوا يكتسبوا الايصار والروح الجماعية وعدم الانانية. طبعا دي اسمه قيمة العمل التطوعي. سؤال ستاشر المشاركة في برنامج اسبوع خدمة المجتمع او برنامج حملات تطوع مثل حملات السلام وحماية البيئة وحملة لا للمخدرات ولا للتدخين. يشارك طبعا هو اول ما قال لي كلمة المشاركة مستر. يبقى دي اسمها مشاركة عضوية لان انا كده اشتركت معهم. سؤال سبعتاشر بيقول تلك الجهود التي ينفذها افراد او جماعات دون انتظار مقابل. سؤال كده مستر دون انتظار مقابل مادي اذا هو مفهوم العمل التطوع. سؤال ثمانتاشر استلاح يصف الطرق النظامية التي تستعمل في تقديم العون. سؤال كده مستر كلمة العون دي عن المساعدة. اه لما احنا نعمل عملية تقديم العونة او المساعدة اذا هو العمل التطوعي. جميل جدا. ساعتاشر المشاركة. المشاركة في السباقات الخيرية طبعا هنا لو كان فيه عضو يكن انقول ولكن هو فعل تطوعي مقصود. سؤال رقم عشرين بيقول تلك الجهود الانسانية التي تبزل من افراد المجتمع بصورة فردية او بصورة جماعية. ويقوم بصفة اساسية على الرغبة والدافع الذاتي. دافع ذاتي اذا مفعول او مفهوم العمل التطوعي. مفهوم العمل التطوعي. واحد وعشرين بيقول جهود تتم رغبة واختناعا تربط الافراد بمجتمعاتهم المحلية او بمجتمعهم المحلي بوصف جزء من نسيج المساعدات. سؤال كده مصر كلمة المساعدات يبقى انا هختار العمل التطوعي. سؤال تلاتة وعشرين التطوع لطلاق مقاعد الحديقة. عندنا حديقة كده فيها شوية كراسي كده وتربزات. احنا اطوعنا عشان نعمل لهم طلاق يعني نعمل لهم دهنات. مما يعطيها منظر جمالي رائع وتكون قد شاركت. شاركت فعلا في تجميل البيئة. طبعا هنا بتكلم على فعل تطوعي مقصود. لان ده شيء مخطط له مش مفاجئ. اربعة ورشين. الاندماج بشكل تطوعي في اعمال الجمعيات الادارية او التنفيذية. الاندماج هنا مصر معناها الانضمام. اذا هي مشاركة عضوية. ننتقل لسؤال خمسة وعشرين. التبرع بما لابسك. التي بحالة جيدة لجمعيات دار الايتام. طبعا ده شيء مقصود. يبقى نختارش ابدا ابدا كلمة سلوك. كلمة سلوك دي هنا مرفوضة. يبقى ده اسمه فاعل تطوعي. طب جمعيات دار الايتام ده خارج المدرسة. يبقى اسمه فاعل تطوعي خارج المدرسة. سؤال ستة وعشرين. تنظيم حملات التبرع بالدم. احنا هننظم حملة للتبرع بالدم. مشاركة تطوعية مالية ولا مشاركة تطوعية معنوية ولا فاعل تطوعي مقصود. لا طبعا هنا فاعل تطوعي مقصود. بعد كده نروح لسؤال سبعة وعشرين. التبرع بمستلزمات المدارس للاطفال غير القادرين. انا عندي كتب كرسات اقلام اه ما شابه ذلك. حاجات خاصة بالمدارس. وانا تبرعت بيها الاطفال غير قادرين هنا خارج المدرسة يا سنة تالتة. خلي بالك هو اه شغل خاص بعملية تعلمية ولكن خارج المدرسة. ننتقل ليه سؤال تمانية وعشرين. تنظيم وقفة لغسيل السيارات والتبرع بالارباح لجمعية خيرية. طبعا او ما بيقول اه تبرع يبقى هنا الموضوع مشاركة تطوعية مالية. مالية. عشان فيها تبرع بالارباح. تسعة وعشرين. قيامك باعداد واجبات. واجبات عزرا وجبات. وتوزيها على ملجأ لايتام قريب من منطقتك. طبعا ده يكون شيء مقصود جدا وانت مخطط له وعمل حسابك في الموضوع. يبقى فعل تطوعي مقصود. سؤال تلاتين عروض او تقديم عروض كومودية وعروض هادف الاطفال المدارس في الحفلات المدرسية بحيث ترسخ يعني تثبت من خلال هذه العروض بعض القيم. كلام ده داخل المدرسة? اه داخل المدرسة ولكن مقصود يا مصر. يبقى احنا نختار فعل تطوعي داخل المدرسة. سؤال واحد وتلاتين بيقول. التطوع في تجديد وطلاق مبنى. يعتبر المبنى ده مأول المشردين وكبار السن. طبعا انا هتطوع عشان ابدأ اجدد معاهم واعمل الديهانات. فده هيكون فعل تطوعي مقصود. ولو كان فيه مشاركة عضوية كنت اخترتها. اتنين وثلاثين. المشاركة في توفير بعض الكتب الشيقة في مكتب المدرسة. هتحط كتب داخل المكتبة. فده عمل تطوعي خارج المدرسة ولا داخل. بالزبط كده. اولا ده فعل تطوعي. كانوا متفققين ان ده فعل. ان ده مقصود. ولكن هو داخل المدرسة. يبقى فعل تطوعي داخل المدرسة. سؤال تلاتة وتلاتين بيقول القيام بالتبرع وشراء بطاطين. انا اتبرعت وشاريت بطاطين طبعا وتوزيعها. ده اسمه مشاركة طوعية مالية. سؤال اربعة وتلاتين تبرعك بكتبك المستعملة. الى مكتبة المدرسة اللي يستفيد منها جميع الطلاب. طبعا هنا انت تقصد. وده شيء مش حوايدس ولا كوايرس. يبقى ده اسمه فعل. ولكن هنا داخل المدرسة. يبقى فعل تطوعي داخل المدرسة. سؤال خمسة تلاتين بيقول تشجيع. اول ما نسمع يا مصر كلمة تشجيع يبقى ديه آليات التحفيز. آليات التحفيز. سؤال ستة تلاتين بيقول القيام بتشجير الشارع الذي تسكن فيه. والاهتمام بزراعة الظهور. طبعا هنا انا اقصد جدا وبدأ مخطط له. فهنا اختار فعل تطوعي مقصود. سؤال سبعة تلاتين طلاق غرف الصف. انت عندك في الفصل بتاعك جبته دهنات وبدأته تعمله طلاق او دهنات لحوائط الحجرة او الصف او الفصل بتاعكم. يبقى طلاق غرف الصف او تنظيف اي من مختناتها طبعا ده يعتبر فاعل وليس سلوك. ولكن داخل المدرسة. سؤال ثمانية وتلاتين. زيارة المرضى في المستشفات واحضار وجبات لهم. ان نروح نزور الناس دي ونجيب لهم وجبات طبعا ده بيكون فعل تطوعي مقصود. اذا كنت استطيع رسم ابتسامة لا تبخل بذلك. طبعا ده عمل تطوعي. يبقى هنا مفهوم العمل التطوعي. سؤالة الاربعين سنة ثلاثة يقول سميس باركر ربما لم تتدخر الكثير من المال في حياتك. يمكن انت ما حوشتش او ما تدخرتش فلوس كتير. ولكن اذا كنت قد وفرت الكثير من الام القلب الاشخاص اخرين فانت رجل سري لو كنت عملت اعمال كتير جدا. يبقى ده اسمه مفهوم العمل التطوعي. سنة تلتة الحد هنا نكون وصلنا لنهاية الاربعين سؤال. اتمنى من ربنا عز وجل ان يكون بفيتك او بشكل او باخر. اكتب لنا في التعليقات ايه لناصك? انت محتاج ايه? ان شاء الله نلتقي في فيديو لبعد عطول وهو اسئلة او تلخيص على العمل الحر. واسئلة على العمل الحر. نلتقي على خير يا شابية. بالسلام عليكم وحتلال وبركاته.